السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأساتذ الأفاضل أبنائنا الطالبة طبعا مرشتنا لهذا اليوم هو طرق مكافحة الفساد في التعليم تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة ودات كلية تمريض فرع تمريض البالغين والآن نسمع إلى الأستاذ عمار المعرفي من الكويت ونشوف رأيه في مكافحة الفساد فلنستمع معا من الليدير اللي في العالم لها طريقة في كيفية محاربة الفساد والمفسدين ولكن أن تحذف واحد وتطق بطماط هذه غريبة في محافظة ويكوم في لندن يقومون أهالي المنطقة بوزن المحافظ يوزنون يحطون الميزان عشان يوقف عليه ويطالعون إذا زاد وزني عن أول ما مسك فمعناته أنه بدأ يأكل من أموال الشعب أو أموال المواطنين فلذلك يسويوا شون عقوبة يأخذون الطماط ويقومون يحثون عليه وكل مفسد في إدارته أما رئيس الفلبين الحالي هذا أشرس واحد فيهم يقول أي ضابط أو شرطي في المطار يأخذ رشوة ما يسوي فيهم يأخذهم يروح الجزيرة هذه حاربوا ببسياف وجماعته والأمر من هذا يأخذ المفسدين من حواليه من القادة يأخذهم هلكبتر وهو بنفسه يقول يدزهم حتى يطيحهم ويذبحهم يبي يقضي على الفساد صوت شراسة صوت شراسة